بسم الله الرحمن الرحيم الأماجد طبعا يعني لا يعرف الفضل من الناس إلا ذوه كانت هذه الزيارة كلها ود و حوار حول الأحوال العامة في العالم كله وفي الخليج وفي العالم العربي وأفدت منه كثيرا وأنا أستمع إليه فعلا وهو أستمع إليه أيضا في مثل هذه الأمور والحمد لله كانت جلسة طالت بعض الشيء ولكنها كانت مفيدة ومثمرة حيث طلعنا على أمور كثيرة كنا لا نعلمها والله أنا بنتي قبل أن أزور النهاردة للجامعة وبعض المشاريع العلمية ما كنت أظن أن الإمارات ما شاء الله يعني متطورة بهذا القدر وأنها خطأت خطوات واسعة وضويلة في مشوار التطور العلمي والثقافي يعني أنا كنت هنا من من 23 سنة كنت في المدينة العين وكنت أدرس في كلية الأذاب الآن بعد 23 سنة حقيقة يعني القفزة لا يمكن يعني التعبير عنها بكلمات خاصة ما رأيته في جامعة الشيخ زيد وما رأيته من تكامل في الكليات وفي العلوم وفي البرامج وأيضا ما رأيته في المؤسسات الإسلامية من استخدام لأحسن أو يعني التقنيات الحديثة واستخدامها في الدعوة وفي التبليغ وفي الخطابة وفي المساجد وفي الإفتاء فعلا يعني الإمارات لا أبالغ لا قلت إنها رائدة وتسبق قسيرا جدا من الدول العربية إلا تكون كل الدول العربية في هذا المجال الإمارات الحمد لله تمتلك رؤية أولا وهذا مهم جدا يعني ترى بوضوح ماذا تريد أن تكون أو ترى هدفها الذي تريد أن تبلغه وأيضا ربنا حباها طبعا بالإمكانات المادية إن شاء الله دائما يعني في المزيد وإن شاء الله هي بلد آمن وسخاء رخاء كما وسائر بلاد المسلمين فعندها رؤية عندها هدف عندها إمكانات مادية عندها عقول بتشغل عندها عقول بتشغل وهم لا يظنوا في أن يجمعوا هذه العقول يعني إذا لم تتوفر هنا أو هناك يجمعوها حتى ولو من وراء البحار الدول التي يعني هي أمريكا تقدمت بهذا الأسلوب فإن شاء الله نحن نتوقع من الإمارات يعني أنها تتقدم وتتدور لا أقول يعني عاما بعد عام ولكن يعني أستطيع أن أقول الآن بعد هذه الزيارة أنها مرشحة لأن تتقدم يوما بعد يوم أما عن علاقات الشعب المصري بالشعب الإماراتي فهي علاقات تاريخية وستستمر أما أن زيارتي سياسية فأنا يعني كشيخ الأزهر لست سياسيا وصدقيني إذا قلت لك لا أعرف في السياسة أنا رجل وطني يعني أحمل هموم وطن سواء كان هذا الوطن وطن مصري أو وطن عربي أو حتى وطن إسلامي أنا أحمل هموم الأوطان وأحاول بقدر الإمكان أن أدعو العالم العربي والعالم الإسلامي إلى وحدة عربية وثم في دائرة أوسع إلى وحدة إسلامية ليعم السلام وينتشر السلام العالمي مشروع كلمة أنا يعني من أشد المعجبين به حيث علمت أنه ترجم أكثر أو حوالي 800 كتاب ومن 13 لغة وحقيقة يعني هذه هي الدفع الحقيقية للتطور الثقافي والتطور العلمي لدى شعب ما من الشعوب الشعوب دائما تتقدم بناء على برامج تراجب تنقل لها رؤى العالم الآخر وتنقل لها مذاهب العالم سواء كانت سياسية أو أدبية أو ثقافية أو اقتصادية أو إلى آخره وهذا أسلوب متبع من أيام الأندلس وأنا أذكر برضو كان عندنا مشروع في وأنا صغير كان يترجم كل أسبوع كتاب من اللغة كنا في السنوة يعني لكن يعني استمر سوما توقف هذا المشروع أرجو أن تستمر مشروع كلمة وأن يربط يعني من خلال ترجماته ونقل المعارف إلى الشعب الإمارات يعني أن يربط بين شعب الإمارات وشعوب العالم ترجمة نانسي قنقر